لبغوا في الأرض ولو بست الله الرزق العبادي لبغوا في الأرض لبغوا في الأرض ولكن ينزل ويقضر السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب قارئ يقرأ القرآن وهو يتراقص وامرأة منتقبة في بلاد الحرمين تحيي حفلة غنائية وهي مرتدية النقاب هل نحن في آخر الزمان؟ هل فعلا اقتربنا لهذه الدرجة من آخر الزمان؟ تعالوا نتابع هذه الحلقة أيها الأحباب بارك الله فيكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا ولا حول ولا قوة إلا بالله المشاهد اللي احنا شفناها في مقدمة الحلقة رجل يقرأ القرآن من القراء وهو يتراقص بأفعال غير لائقة طبعا زي ما احنا عارفين أن قراءة القرآن أيها الأحباب لها شروط وضوابط وأصول ومن أهم هذه الضوابط الخشوع والوقار والسكينة في قراءة القرآن أما ما نراه الآن للأسف في كثير من قارئ القرآن أنهم يتباهون بأصواتهم ولا يتجاوز القرآن تراقيهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لازم تعرف أن من علامات آخر الزمان انتشار قراء القرآن اللي وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم منافقين هكذا وصفهم أن قراء القرآن في آخر الزمان فئة مش كل طبعا قراء القرآن فئة من قراء القرآن منافقين يتباهون لا يتجاوز القرآن تراقيهم فهذه علامة من العلامات الخطيرة جدا جدا على النقيد بنرى مشهد في بلاد الحرمين بنشوف واحدة منتقبة وهي لبسها النقاب بتحيي حفلة على خشبة المصرح في بلاد الحرمين في مهبط الوحي في بلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طبعا الجريمة الكبرى اللي بتتم الآن في بلاد الحرمين هي جريمة انتهاك قدسية الدين خد بالك الهدف ايه الهدف القضاء على السوابت القضاء على السوابت محاربة النقاب أيها الأحباب بكل الطرق وبشتى الطرق الممكنة عشان هم عارفين ان النقاب رمز من رموز هذا الدين شاء من شاء وابا من ابا الناس اللي بتطلع بتتكلم عن النقاب وبتهاجم النقاب للأسف مش عارفين ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يرتدينا النقاب ان النساء الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا كلهم مغطيين وجوههن عفوا يعني موضوع خطير جدا ان انت من غير دراية بتتكلم عن رمز من رموز هذا الدين وفي نفس التوقيت لا نكتفي بذلك بل نحاول ان احنا نصدر مشهد مثل هذا وفي الاخر خالص يظهر علينا ولي العهد بن سلمان وهو بيمسح الايه وهو بيمسح الكعبة من جوه تقوم الناس المغفلة تطلع تقول ما شاء الله ده فيه تقوى وفيه ايمان ايها الاحباب كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا واشار الى قلبه يعني ايه يعني الاناء ينضح بما فيه افعالك والكلام اللي انت بتعمله بينعكس او بيعكس مدى التقوى اللي هيها هنا في القلب كما اشار النبي صلى الله عليه وسلم خراب يسرب ايها الاحباب يتحقق بقوة وبشدة واصبح خراب يسرب لا يقتصر على يسرب بن قصين المدينة بل اصبحت هذه الكلمة رمز لما يفعل الان في بلاد الحرمين والقطات كثيرة والمخالفات كثيرة وعرضنا ليكم قبل كده مصايب الناس في ظهر الكعبة في بجوار برج الساعة وبرج الساعة ظاهر في ظهر الكعبة بيعملوا حفلات او صهرات غنائية وعرضنا ليكم ورجعوا في القناة موجود الكلام ده وتمسجل بالصوت والصورة في مشاهد غريبة جدا وهذه هي هلكة العرب استحلال البيت ايها الاحباب الكرسى الكبيرة جدا اللي احنا واعين فيها تعالوا كمان نروح لمحور اخر ولكن سبحان الله هو نفس السياق المسلم ايها الاحباب ودي امور للأسف للأسف بديهية جدا ولكن اصبحت الآن غائبة عن كثير من المسلمين المسلم قدوته هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما يطلع لعيب الكرة محمد صلاح اللي الناس بتلقبوا انه هو فخر العرب وعشان خاطر العرب بيفتخروا بالكرة بكرة القدم فاصبحت قرة القدم مصدرا للفخر مع ان زمان كان الفخر بتاع العرب والمسلمين في تمسكهم بهذا الدين لما يخرج علينا محمد صلاح طالع هو واصرته بيحتفلوا بعياد الكريسماس وبيتصور بجوار او بشجرة الكريسماس يبقى احنا في هذا التوقيت بنقول ان في حاجة غلط في حاجة غلط كيف تكون القدوة لا تتفق مع اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ان كنتم انتم ترون ان هذا اللاعب هو قدوة انا لا ارى انه قدوة لا ارى الا انه رجل اكتهت في عمله اللي هو كرة القدم بس خلاص جملة من اول السطر اما نحنا نقول انه قدوة للشباب وكيفين احنا الرسول قدوتنا عليه الصلاة والسلام ولكن في نفس التوقيت للأسف الشديد لا استطيع ان انكر بشدة على محمد صلاح او على الناس اللي بتطلع تحتفل وممكن تتفاجئ بهذا الكلام طالما خرج الشيوخ والدعاء يبيحون هذا المنكر لما يطلع في مصر شيخ الازهر ويطلع يبيح هذا الامر تبادي مصيبة وتباديت كارثة على اي اساس علمي انت اجزت هذا الامر وما يطلع خطيب عرفات الكارثة اللي انا عملت خطبة او عملت حلقة عنها قلت ان في بكرة مصيبة في يوم عرفات كان ليلة عرفات عملت حلقة قلنا ان في كارثة ان هذا الخطيب هو اللي يخطب دي مصيبة في يوم عرفات طالع بيقول لا يوجد في الدين عندنا ما يمنعنا من التهنئة والاحتفال كمان تهنئة غير المسلمين والاحتفال فطبعا مثل هذه الامور ايها الاحباب بتخلينا نتأكد ان احنا في اخر الزمان وان الموضوع بقى عيانا بيانا ودهارا بلا خجل ولا ادنى درجات الاستحياء للأسف تصدير شخصيات على انهم هم حماة الدين وفي الحقيقة هم يعني اكتر ناس بيدربوا في الدين من ايه من الظهر الادلة العلمية ايها الاحباب هي عبارة عن ايه هي عبارة عن ادلة قطعية الدلالة قطعية الثبوت لا يقرأ احد مهما كان اسمه ومهما كان حجمه ان يناقش هذه الادلة لسبب لانها قطعية الثبوت قطعية الدلالة بمعنى ايه بمعنى ان حكم تهنئة غير المسلمين امر في كلام من اهل العلم اذا كانت هذه التهنئة تخص مناسبات غير دينية بمعنى ايه بمعنى لو راجل اترأى في الشغل فانت ممكن تهنيه ينفع تهنيه منه من اجاز ذلك راجل حصلت له مناسبة سعيدة في غير المناسبات الدينية في غير المناسبات الدينية بأكد في ناس اجازت اما ان انت تهنئ بمناسبات الدينية تهنئة النصارى بالمناسبات الدينية فهذا امر محرم بلا شك وبلا جدال ونضرب لكم مثال اعياد الميلاد اللي الناس طلع بتقول في مصر في شيخ الازهر بيقول والناس في السعودية على رأسهم علي العيس اللي هو برئيس هيئة علماء المسلمين حاجات غريبة جدا ومناصب غريبة جدا مش عارفين ازاي لما انت تطلع تجيز هذا الامر فالسؤال اللي بيفرض نفسه هذه المناسبة اما انت بتروح للنصراني وبتقوله كل سنة وانت طيب كل عام وانتم بخير كل سنة وانت طيب بمناسبة ايه مش تفهم ولا بتردد الكلام كالبغبغاء بمناسبة ايه بمناسبة عيد ميلاد عيد ميلاد الرب لان انت اوعى تقول لا ده عيد ميلاد عيسى لا هو ما يعرفش عيسى خد بالك لو انت كلمت حد من النصارى وقلت له عيسى يقولك ما عرفوش انا ما عرفش غير يسوع الاله الاله المجسد ده اعتقادهم فانت بتهني بمناسبة عيد ميلاد الرب اللي هو مين الرب اللي هو يسوع اللي هو مين يسوع اللي هو الله في اعتقادهم او ابن الله او ثالث ثلاثة على اختلاف الملل والاعتقادات بتاعتهم فكيف انت كمسلم تهنئ اناس يسبون الله ليلة النهار يعني ايه ليلة النهار ما الرسول بيوضح لنا عليه الصلاة والسلام ان النصارى بيسبوا الله ليلة النهار ليه اقول لك ليه لانهم يقولون ان لله ولد فذلك سبهم لله كما اخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا الموضوع واضح جدا وليس فيه تشدد والله وليس فيه تضييق على العباد بقدر ما فيه تمسك احنا الدين عندنا بينهانا عن ذلك فنقول للناس كل عام وانتم بخير الله واحد الله واحد احد الله سبحانه وتعالى فرض صمد الله اكبر الله اكبر ازان العشاء ولذلك ايها الاحباب لما يخرج ويظهر الامام المهدي ويبايع خليفة للمسلمين امر واقع في ناس هتتعامل مع الامام المهدي انه امر واقع في ناس هتتعامل مع الامام المهدي من غير حب بشباف حب امر واقع واحد موجود ومسيطر ولا هو هيحصل استضام وشقاق كبير جدا لانه يأتي بمنهك صافي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تركتكم على البيضاء على المحدة البيضاء يعني ايه دين واضح المعالم مش ناس قاعدة بتتفلسف يعني وبتحاول تضيف للدين عرفتم ليه ان ظهور المهدي هيبقى صدمة عرفتم ليه ان في ناس كل ما بيلقوا علامات ودلالات بتقربنا من الظهور المبارك للامام المهدي بيبقوا في حالة رعب ان هما مش حابين هذه الحياة ومش حابين هذه الادواء عايزين يتمتعوا عايزين يعيشوا بمزاجهم مش عارفين انهم عبيد لله احنا مش احرار موضوع ان واحد يقولك انا حر لا انت فهم غلط انت عبد لله سبحانه وتعالى وشرف كبير جدا ليك ان تكون عبدا لله بدل ما تكون عبد الهواك بدل ما تكون عبد زي ما الرسول قال عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد القطيفة فسبحان الله الناس في ناس تعبد المال في ناس تعبد الملابس في ناس تعبد هواها تفكيرها اما المسلم فلا يعبد الا الله الواحد الاحد يعني مش عايزين احنا نطيل عليكم ايها الاحباب بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته